في هذه الحلقة سأعرض بين أيديكم نماذج من أحاديثهم من كلماتهم سأعيش معكم في أجواء قرآنهم المفسر بتفسيرهم وفي أجواء حديثهم المفهم بتفهيمهم أتمنى أن تتابعوا معي بدقة لأنني لن أعلق كثيرا على النصوص سأعرض بين أيديكم حشدا من النصوص المهمة التي تدور مضامينها في الركن الثالث من أركان عقيدتنا التوحيدية التوحيد في أفق عقيدتنا بأئمتنا محمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين أبدأوا معكم مما جاء مرويا عن إمامنا الصادق عن سيد الشهداء عن الحسيني صلوات الله عليهما أقرأ عليكم من علل الشرائع لشيخنا الصدوق وتحديدا من الجزء الأول ومن الباب التاسع الباب التاسع هذا هو عنوانه علة خلق الخلق واختلاف أحوالهم الحديث الأول بسنده بسند الصدوق عن أبيه عن فلان عن فلان عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه خرج الحسين بن علي على أصحابه فقال أيها الناس إن الله جل ذكره ما خلق العبادة إلا ليعرفوه هذه لام التعليل لماذا خلقهم كي يعرفوه خرج الحسين بن علي على أصحابه فقال أيها الناس إن الله جل ذكره ما خلق العبادة إلا ليعرفوه فإذا عرفوه عبدوه فإذا عبدوه استغنوا بعبادته عن عبادة من سواه أعيد الكلام مرة أخرى والكلام واضح جدا في التوحيد فهل التوحيد إلا هذا الحسين صلوات الله وسلامه عليه يقول لأصحابه خرج الحسين بن علي على أصحابه فقال أيها الناس إن الله جل ذكره ما خلق العبادة إلا ليعرفوه فإذا عرفوه عبدوه فإذا عبدوه استغنوا بعبادته عن عبادة من سواه فقال له رجل يبنى رسول الله بأبي أنت وأمي فما معرفة الله إذا كان الله قد خلقنا كي نعرفه وإنما نعرفه كي نعبده وإنما نعبده كي نستغني بعبادتنا عن عبادة سواه إذن المدار في المعرفة تذكروا كلمة إمامنا موسى بن جعفر صلوات الله عليه أفضل العبادة بعد المعرفة انتظار الفرج بعد المعرفة فالعبادة الأولى هي المعرفة فقال له رجل للحسين صلوات الله وسلامه عليه من أصحابه لأنه قد تحدث بهذا الحديث في وسط أصحابه يبنى رسول الله بأبي أنت وأمي فما معرفة الله ما هي هذه المعرفة التي تجعلنا موحدين الإمام هكذا قال إن الله جل ذكره ما خلق العبادة إلا ليعرفوه فإذا عرفوه عبدوه فإذا عبدوه استغنوا بعبادته عن عبادة من سواه إنها المعرفة التوحيدية التي تقود إلى العبادة التوحيدية يبنى رسول الله بأبي أنت وأمي فما معرفة الله فقال الحسين معرفة أهل كل زمان إمامهم الذي يجب عليهم طاعته هذا هو التوحيد هذا هو الركن الثالث من أركان عقيدتنا التوحيدية هذا الركن وحتى الركن الذي سبقه لا يتحدث مراجع النجفي منذ الطوسي وإلى يومنا هذا في كتبهم العقائدية عنه مطلقا حينما يتحدثون عن التوحيد توحيد مراجع النجف توحيد أبتر توحيد مسخ لا صلة له بعقيدة التوحيد في دين محمد وآل محمد في مرحلة التأويل عقيدة التوحيد عند مراجع النجفي هي بقايا من عقيدة التوحيد في مرحلة التنزيل مرحلة التنزيل نسخت نسخت بمرحلة التأويل غريب أمر هؤلاء الحقائق بين أيديهم في مرحلة التنزيل دين المدينة نسخ دين مكة في زمان النبي صلى الله عليه وآله إسلام مكة نسخ بإسلام المدينة القرآن نفسه القرآن المدني أسلوبه طريقته في الاستدلال بياناته تختلف اختلافا واضحا عن القرآن المكي في القرآن نفسه الدين المدني غير الدين المكي ما كان عليه الإسلام في مكة نسخ في المدينة حتى في الجانب العقائدي القضية واضحة والدليل هو القرآن بين أيدينا فضلا عن التأريخ والسيرة والأحاديث والحقائق الكثيرة لكن القرآن أوضح حجة ودليل على أن الدين في المدينة يختلف عن الدين في مكة فدين المدينة قد نسخ دين مكة لا أتحدث عن الدين في أصله إنما أتحدث عن مرحلة مكة عن الدين في مرحلة مكة فقد نسخ ذلك الدين في مرحلة المدينة وبعد ذلك نسخت مرحلة التنزيل بمرحلة التأويل والتأويل مرحلة تدريجية مر الكلام في هذا في شؤون النبوة الخاتمة الرواية واضحة ولا تحتاجوا إلى تعليق أكثر مما عرضته بين أيديكم من علل الشرائع إلى الجزء السادس والعشرين من بحار الأنوار لشيخنا المجلسي وطبعة طبعة دار إحياء التراث العربي ومن الصفحة الأولى إنه الحديث المعروف بحديث المعرفة بالنورانية وليس بالنورانية إذا كنا نتحدث عن معرفة فإنها معرفة نورانية ولكننا إذا كنا نتحدث عن حديث الأمير الذي سأقرأ منه بعضا من كلماته فهذا هو حديث المعرفة بالنورانية النورانية شيء والنورانية شيء آخر من جهة اللغة ومن جهة البلاغة والمضمون والمعنى وهذا الأمر تحدثت عنه في برامج السابقة حديث المعرفة بالنورانية يبدأ من الصفحة الأولى من الجزء السادس والعشرين من بحار الأنوار سلمان وأبو ذر جاء إلى أمير المؤمنين يسألاني الأمير عن معرفته بالنورانية الحديث طويل لكنني أذهب إلى موطن الحاجة من أمير المؤمنين يقول لسلمان وأبي ذر معرفة بالنورانية معرفة الله عز وجل ومعرفة الله عز وجل معرفة بالنورانية وهو الدين الخالص الذي قال الله تعالى وما أمر إلا ليعبد الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة وذلك دين القيم تلاحظون أن الترابط في منظومتنا العقائدية التي بين أيدينا تلاحظون أن الترابط ترابط دقيق ومتين وعميق جدا وهو واضح وجلي أمير المؤمنين يقول لسلمان وأبي ذر معرفة بالنورانية معرفة الله عز وجل هي هي وهذا هو التوحيد الركن الثالث من أركان عقيدتنا التوحيدية التوحيد في أفق اعتقادنا بمحمد وآل محمد الأمير الأمير هكذا يقول معرفة بالنورانية معرفة الله عز وجل ومعرفة الله عز وجل معرفة بالنورانية وهو الدين الخالص الذي قال الله تعالى وَمَا أُمِرُوا دين التوحيد دينها هي القيمة ألا لعنة على منهج حوزة النجف حوزة الطوس الذي جعلنا نبتر إمامة فاطمة ونبتر قيمومة فاطمة على ديننا وهذا هو ديننا وهذا هو توحيدنا التوحيد من دون قيمومة فاطمة هو الشرك ما هو بتوحيد لا تتصوروا أن التوحيد هو في معرفة الأركان الأربعة للعقيدة التوحيدية هذا شأن من شؤون عقيدة التوحيد دقق النظر في العناوين العناوين التي أضعها في هذا البرنامج وفي سائر برامجي إني أنحتها نحتا دقيقا وبعناية فائقة الصحيفة الخامسة ما هو عنوانها شؤون عقيدة التوحيد إنني ما تحدثت عن التوحيد تحدثت عن شؤون عقيدته إلى الآن ما عرفت لكم التوحيد سأتيكم بتعريف التوحيد من شفاه محمد وآل محمد ليس من عندي سأبين لكم ذلك استبروا علي لا تتوقع أن التوحيد أن تعتقد بالأركان الأربعة للعقيدة التوحيدية هذا شأن من شؤون عقيدة التوحيد التفت إلى العناوين الصحيفة الخامسة ما هو عنوانها لماذا أكرر العناوين في كل حلقة وأقف عندها لأجل أن تلتفت إلى هذه العناوين هذه العناوين منحوتة بعناية فائقة وبدقة ورعاية تامة أنا لست مهذارا في الحديث إنني أتحدث كثيرا لأنني مضطر إلى ذلك أنا ربيب ثقافة العترة فعينما أحدثكم في موضوع وأضع عنوانا إنني أنحته نحتا بعناية ورعاية ودقة الصحيفة الخامسة عنوانها شؤون عقيدة التوحيد الشأن الأول التأسيس الشأن ثاني أركان عقيدة التوحيد فأركان عقيدة التوحيد ما هي بعقيدة التوحيد إنها من شؤون عقيدة التوحيد ولا زال الكلام يترى ومر علينا في الصحيفة الثالثة ما يرتبط بعقيدتنا بقيمة الدين ما هو هذا قرآن هذه الآية من سورة البينة فإنها جعلت التوحيد مرتبطا بفاطمة وذلك دين القيمة وها هو أمير المؤمنين يكرر الكلام نفسه سيد الأوصياء هو الذي يقول لمن لسلمان وأبي ذار لخيرة أصحابه لخيرة أصحاب رسول الله هذا الكلام ما قاله أمير المؤمنين لأي شخص من الناس هذا الكلام وجهه لسلمان وأبي ذار معرفة بالنورانية معرفة الله عز وجل ومعرفة الله عز وجل معرفة بالنورانية وهو الدين الخالص الذي قال الله تعالى والآية من سورة البينة وما أمر إلا ليعبد الله مخلصين له الدين كيف يخلصون له الدين من دون أن يخلصوا له التوحيد وما أمر إلا ليعبد الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة وذلك دين القيمة من دون الاعتقاد بإمامة فاطمة وبقيمومة فاطمة على الدين ليس هناك من توحيد ضحكوا علينا ضحكوا علينا ضحكوا علينا هؤلاء أو باش النجف منذ زمان الطوس وإلى الآن يضحكون علينا ضحكوا على الأجيال التي ذهبت من الشيعة بعقائدهم السخيفة التي جاءونا بها من الأشاعرة والمعتزلة من كل مكان وتركوا دين محمد وآل محمد مثل ما قال صاحب الأمر ونبذوا العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون إنني أحدثكم في الركن الثالث من أركان عقيدتنا التوحيدية التوحيد في أفق اعتقادنا بأئمتنا محمد وعلي وفاطمة وبالأئمة المأمومين بإمامة فاطمة من ولدها من المجتبى إلى القائم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين هذا قرآن وهذا حديث أمير المؤمنين وربما يتحدث الآن بعضكم بهراء المرجع العجل الذي هو يعبده هذا علي وهذا قرآن هذا الله هو الذي يقول وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينِ هذا هو الإخلاص في التوحيد حنفاء ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة وذلك دين القيمة فهل يستقيم التوحيد من دون أن نعرف القيمة هذه فهو دينها كيف يستقيم التوحيد من دون أن نعرف القيمة هذه ماذا تقولون أنتم ماذا تقولون ولكن ماذا تقولون ماذا تريدون أن تقولون ما هو اللي يمشي وراء الثور أثور من عنده وليمشي وراء الحمار أحمر من عنده ما هو هذا واقعنا نذهب إلى فاصل يا من ذكره شرف للذاكرين يا من شكره فوز للشاكرين يا من حمده عز للحامدين يا من طاعته نجاة للمطيعين يا من بابه مفتوح للطالبين يا من سبيله واضح للمنيبين يا من آياته برهان للناظرين يا من كتابه تذكرة للمتقين يا من رزقه عموم للطائعين والعاصين يا من رحمته قريبا من المحسنين سبهان سبهان كيانان يا من لا شریکه لهو ولا وزیر يا من لا شبیه لهم ولا نظر يا خالغ الشمس بالقمر المنیر يا مغني الباعث الفقیر يا رزقه المنیر امامنا الصادق صلوات الله عليه في رسالة طويلة مفصلة كتبها بنفسه وارسلها الى المفضل ابن عمر جوابا على اسئلة سألها المفضل ابن عمر فالمفضل كان في الكوفة والامام الصادق كان في المدينة انني اقرأ عليكم من بصائر الدرجات والمعروف ببصائر الدرجات الكبرى لشيخنا ابي جعفر محمد بن الحسن الصفار من اصحاب امامنا الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه وهذه الطبعة طبعة مؤسسة النعمان بيروت لبنان الرسالة طويلة وتبدأ من صفحة 477 وما بعدها اذهب الى موطن الحاجة الذي يرتبط بحديثنا في هذه الحلقة في صفحة 479 الامام الصادق يقول للمفضل ابن عمر في الرسالة التي وجهها اليه بخط يده ثم اني اخبرك ان الدين واصل الدين هو رجل انه الحجة ابن الحسن هو رجل هذا هو الدين واصل الدين هذا هو ديننا وليس ذلك الهراء الذي تعلمناه من غبران وثولان النجف من ايات الشيطان العظمى من اهيام الطوس والى يومنا هذا ثم اني اخبرك ان الدين واصل الدين هو رجل وذلك الرجل هو اليقين وهو الايمان هذا هو الدين وهو امام امته واهل زمانه فمن عرفه عرف الله ومن انكره انكر الله ودينه ومن جهله جهل الله ودينه وحدوده وشرائعه هل تريدون نصا اوضح من هذا النص في ان معرفة الامام هي التوحيد هي التوحيد بعينه معرفة الامام تساوي التوحيد التوحيد يساوي معرفة الامام ستتضح لكم الصورة بشكل عجيب غريب اذا ما تم الكلام في خارطتنا العقائدية هذه اذا كنتم تتابعون بدقة لانني سأضع الحقائق كلها بين ايديكم لا اعبأ بما يقال عني ولا اعبأ بحوزة النجف من اولها الى اخرها ولا اعبأ باتباعها في اي مكان كانوا سأضع الحقائق واضحة بين ايديكم وليذهبوا بدينهم الى الجحيم هم احرار في دينهم وانا حر في ديني اعيد عليكم قراءة ما كتب الصادق الى المفضل والمفضل بالضبط مثل ما كان سلمان وابو ذر في زمان الامير والامير صلوات الله وسلامه عليه سمعتم حديثه معهما ما قرأته عليكم قبل قليل من حديث المعرفة بالنورانية ومر قبله حديث الحسين مع اصحابه الصادق يقول ثم اني اخبرك ان الدين واصل الدين هو رجل وذلك الرجل هو اليقين وهو الايمان وهو امام امته واهل زمانه فمن عرفه عرف الله هذا هو التوحيد ومن انكره انكر الله ودينه ومن جهله من جهل الامام جهل الله ودينه وحدوده وشرائع اعتقد ان المضامين التي قرأتها عليكم من علل الشرائع وما قاله سيد الشهداء الحسين لاصحابه وما قرأته عليكم من حديث المعرفة بالنورانية امير المؤمنين يحدث سلمان وابا ذار وكان الكلام واضحا وصريحا من ان الدين الخالص والتوحيد الخالص لن يتحقق الا بمعرفة القيمة على الدين وذلك دين القيمة صلوات الله عليها وجاء البيان واضحا جدا فيما كتبه امامنا الصادق في رسالته الى المفضل ابن عمر وتلاحظون ان المخاطبين هم خيرة الاصحاب اصحاب الحسين ولا اتحدث عن اصحاب الحسين هنا تحديدا الذين سشهدوا معه في كربلا قطعا هناك البعض منهم كانوا على تواصل دائم مع الحسين صلوات الله عليه ونحن لا نعلم ربما قال هذا الكلام لاصحابه الذين كانوا معه في كربلا لا نملك دليلا على ذلك حديث الحسين مع اصحابه وحديث الامير مع سلمان وابي ذر وحديث الصادق مع المفضل ومثل هذا الكلام هناك الكثير قلت لكم في بداية الحلقة انني ساعرض لكم نماذج سانقلكم الى جهة اخرى نذهب الى الكتاب الكريم هذا هو قرآن محمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين الآية الخامسة والستون بعد المئة بعد البسملة من سورة البقرة ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا ماذا يفعلون لهم يحبونهم كحب كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله إلى آخر الآية الكريمة لضيق الوقت سأذهب إلى موطن الحاجة فقط كما كما قلت لكم انها الآية الخامسة والستون بعد المئة بعد البسملة من سورة البقرة ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله هذا هو الكاف ماذا قالوا في تأويلها وتفسيرها الجزء الأول من الكاف الشريف وطبعة طبعة دار الأسوة طهران إيران صفحة 422 إنه الباب الذي عنوانه باب من ادعى الإمامة وليس لها بأهل ومن جحد الأئمة أو بعضهم ومن أثبت الإمامة لمن ليس لها بأهل الحديث الحديث الحادي عشر بسنده بسند الكليني عن جابر الجعفي ويبدو ويبدو من دون من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله يتخذون أندادا من دون الله لاحظوا التعبير ماذا قال إمامنا الباقر قال هم والله أولياء فلان وفلان هذه العناوين واضحة إنهم أقطاب السقيفة وإنهم أصحاب الصحيفة الذين كتبوا الصحيفة وطبقوا برنامجها في السقيفة قال هم والله أولياء فلان وفلان اتخذوهم أئمة دون الإمام الذي جعله الله للناس إماما واضح فإن إطلاق هذا العنوان الله جاء مطلقا على الإمام الآية ماذا تقول ومن الناس إني أقرأ عليكم من المصحف الشريف ومن الناس من يتخذ من دون الله أنداد يحبونهم كحب الله الباقر ماذا يقول هم والله أولياء فلان وفلان اتخذوهم أئمة دون الإمام الذي جعله الله للناس إماما ماذا فعل هؤلاء ومن الناس من يتخذ من دون الله فهنا هذا العنوان الله كيف أوله فسره إمامنا الباقر فسره بالإمام قال هم والله أولياء فلان وفلان اتخذوهم أئمة دون الإمام الذي جعله الله للناس إماما أنا أقرأ عليكم من الكاف تعرفون ماذا يعني أن الحديث في الكاف تعرفون ماذا يعني أن جابرا هو الذي يحدثنا عن الباقر وهذا جزء من تفسيره تعرفون ما مدى قيمة تفسير جابر عند الأئمة المعصومين لا شأن لي بهراء سخفاء النجف الذين يضعفون أحاديث جابر فهل يذهبوا إلى الجحيم بهرائهم هل تعرفون ماذا يعني أن الحديث في الكاف وهل تعرفون ماذا يعني أن الحديث أخذه الكلين من تفسير جابر هذه القضية بحاجة إلى حلقة أو أكثر كي أبين لكم ماذا يعني أن الحديث قد ورد في الكاف وأن الكلين رواه في الكاف نقلا عن تفسير جابر فالإمام الباقر فسر وأول أول أرجعها إلى معناها الأول وَمِنَ وَمَنَ تفسير سيد قط كما فعل محمد باقر الصدر وَالَّذِينَ عَلَى مَنْهَجْهِي وَلَا 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 هَذَا 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 هُوَ الْكَافِي وَهَذَا تَفْسِيرُ جَابر وَهَذَا هُوَ الْبَاقِر وَهَذَا قُرْآنُهُمْ وَهَذَا تَفْسِيرُهُمْ فعينما يكون الحديث بهذا المستوى فإن عقيدتنا بهم ستكون ركنا ثالثا من أركان عقيدتنا التوحيدية هذا هو الذي قصدته بالركن الثالث من أركان عقيدتنا التوحيدية عبق العترة هذا هو عبق علي وأهل علي هذا قرآنهم وهذا حديثهم بحسب مضمون بيعة الغدير ومن الناس إنهم أتباع السقيفة الإمام يقول هم والله أولياء فلان وفلان والإمام يقسم فهل الإمام الباقر بحاجة أن يقسم عند جابر الجعفي كي يصدقه إنه لتأكيد المضمون لي ولكم وللأجيال القادمة وللأجيال التي مرت وما تعلمت عقيدتها السليمة بسبب غبران النجف وثولان حوزة الطوسي ومن الناس إنهم أتباع السقيفة الذين ركض غبران النجف وراءهم ومن الناس من يتخذ من دون الله من دون الإمام أندادا إنهم فلان وفلان يحبونهم كحب الإمام هذا الحب لا بد أن يكون للإمام اللهم والي من والاه وعادي من عاداه وانصر من نصر واخذل من خذله ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا من دون الإمام أندادا يحبونهم كحب الله كحب الإمام والذين آمنوا أشد حبا لله وهذا المعنى يستمر في الآية نفسها وفي الآيات التي تليها لكنني لست بصدد تتبعي كل التفاصيل إنما هي نماذج كما قلت لكم هذا أنموذج ومثال حيث يؤول الإمام الباقر ما ورد من تعبير بلفظ الجلالة الله يؤوله التأويل هو التفسير الحقيقي الكامل ربما تعودت أذهانكم بحسب ما عودتكم حوزة السفهاء في النجاف وهؤلاء الحمير من الخطباء الذين يصعدون المنابر عودوكم على أن التأويل يكون معنا ضعيفا التأويل هو المعنى الأقوى وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم هؤلاء يستهزئون بالله حينما يقولون لكم من أن التأويل هو معنى ثانوي يقولون من أن الله يجعل فهما ثانويا علما خاصا به ويبين هذا في القرآن وكأنه شيء عظيم سيكون الله سفيها هنا لأنه يعظم شيئا ليست له من قيمة بينما سبحانه وتعالى يعظم تأويل القرآن لأن تأويل القرآن هو حقيقة القرآن وما هو بمعنى ثانوي كما يعلمكم هؤلاء الحمير الذين يصعدون على منابر الحسين هؤلاء الحمير والبغال الذين تبعث بهم مرجعية السيستاني وغير مرجعية السيستاني التأويل هو حقيقة القرآن فإن الإمام الباقر هنا حين يؤول اللفظ المقدس الله بالإمام هذه حقيقة الآية حقيقة الآية هي هذه فهذا إطلاق قرآني لا تعبأوا بما سيقوله النواصب من أتباع السقيفة لا تعبأوا بهم يريدون أن يقولوا فليقولوا ما يريدون أن يقولوا مثل ما يسخرون مننا نسخر من دينهم وأكثر لماذا يسخرون من ديننا نحن نسخر من دينهم أيضا ولا تعبأوا بأصحاب العمائم العباسية من أتباع حوزة النجا هذا قرآن محمد وآل محمد وهذا حديث محمد وآل محمد أقرأ عليكم من القرآن ومن أهم كتبنا من أهم مصادرنا إنه الكافي وهو ينقل لنا عن أهم تفاسيرنا إنه تفسير جابر الذي هو تفسير الباقر صلوات الله عليه من سورة البقرة أذهب بكم إلى سورة الكهف إلى الآية الرابعة والأربعين بعد البسملة من سورة الكهف هناك الولاية لله الحق هذه الآية هذه الآية الرابعة والأربعون بعد البسملة من سورة الكهف هناك الولاية لله الحق هناك في عاقبة خاتمة كل الأمور في عاقبة الدنيا وفي خاتمة كل عمل من أعمالنا أليس الأعمال والأمور بخواتيمها أليس حالنا بعاقبتنا في آخر لحظة نعيشها في هذه الدنيا قيمتنا بقيمة عاقبتنا قيمة أعمالنا بقيمة خواتيمها وحقيقة ما في هذه الدنيا فيما يختفي وراء زخارفها وزبارجها هناك الله هناك ولايته إنها ولاية محمد وآل محمد من والاكم فقد والى الله هناك الولاية لله الحق هو خير ثوابا الله هو خير ثوابا لأن الولاية لفظ مؤنث هناك الولاية لله الحق هو خير ثوابا الله وخير عقبا ماذا يقول آل محمد وأيضا أقرأ عليكم من الكاف الشريف من نفس النسخة من الجزء الأول صفحة أربعمية من الباب الذي عنوانه باب فيه نكة ونتف من التنزيل في الولاية إنه الحديث الثاني والخمسون بسنده بسند الكليني عن عبد الرحمن بن كثير قال سألت أبا عبد الله الصادق صلوات الله عليه سألت أبا عبد الله عن قول الله تعالى هناك الولاية لله الحق الآية واضحة تتحدث عن ولاية الله هناك الولاية لله الحق وتستمر الآية هو خير ثوابا هو الله وخير عقبا ماذا أجاب الصادق صلوات الله عليه قال ولاية أمير المؤمنين ولاية الله ولاية أمير المؤمنين فاللفظ المقدس الله هنا أوله بالمعنى الحقيقي مثل ما قلت لكم هذا اللفظ الله يطلق على الذات الأولى بحسبها ويطلق على الحقيقة المحمدية بحسبها ومر علينا الحديث في الحلقة الماضية والذي قرأته عليكم من الجزء الأول هذا نفسه الكلمة التامة والأسماء الثلاثة الظاهرة وأولها الله والإسم الثاني الرحمن والإسم الثالث الرحيم ومنها أشرقت الأسماء الحسنى الفاعلة التي صدرت عنها الأفاعل مر علينا هذا الكلام الله في ثقافة العترة تطلق على الذات الأولى بحسبها وتطلق على الحقيقة المحمدية بحسبها فمعنى الله الذي يطلق على الحقيقة المحمدية يطلق على مخلوق وليس على الخالق الأول الحقيقة المحمدية مخلوقة وخالقة لكنها خالق مخلوق تستغربون من هذا القرآن حدثنا عن عيسى من أنه خالق ومخلوق وهذا مثال تقريبي وإلا فإن الحديث عن الحقيقة المحمدية لا شأن له بالحديث عن عيسى وخالقية عيسى ذلك أمر آخر لكن للتنبيه فقط كي تستطيعوا أن تدفعوا وساوس الشيطان عن أذانكم فهذا العنوان هذا اللفظ هذا الإسم يطلق على الذات الأولى بحسبها كان الله ولم يكن معه شيء ويطلق على الحقيقة المحمدية بحسبها هي مخلوقة تساوي صفرا من دونه سبحانه وتعالى لأنها لم تكن موجودة فهي تساوي صفرا فيطلق هذا العنوان عليها بحسبها لا فرق بينك وبينها إلا إلا إنها في مقام العبودية المطلق وفي مقام الافتقاري المطلق فهي في مقام العبودية وفي مقام الحاجة والافتقاري له سبحانه وتعالى هو الذي أوجدها وهو الذي خلقها وهو الذي منحها جمالها وجلالها وعظمتها وكمالها ونورها ونورها فجاءت كلمة تامة حينما تجلى فيها وكذلك يطلق هذا العنوان على الإمام المعصوم بحسبه لأنه هو وجه الله إذا أردنا أن نتحدث عن أنه وجه مباشر فهو وجه مباشر للحقيقة المحمدية وهو وجه غير مباشر للذات الأولى لأن الوجه المباشر للذات الأولى الحقيقة المحمدية بنفسها ومحمد وآل محمد هم مجالي هم أسماء تجلت وظهرت من الحقيقة المحمدية العظمى ففي الروايات وتحديدا في الأحاديث التفسيرية التي ينكرها غبران حوزة النجاف مما أوقعهم في الضلال والأغبى منهم الغلات الذين أخذوا هذه الأحاديث وتعاملوا معها بشكل استحماري في الحقيقة لا أعرف حميرا كالمجموعة الخطابية أتحدث عن المجموعة الخطابية المعاصرة لا أعرف حميرا كهؤلاء لا أعتقد أن حميرا وإنهم لحمير أنجاس الحمار يجل عن ذكرهم بجهل ونجاسة ووضاعة وسفالة يأخذون أمثال هذه الأحاديث ويفهمونها بشكل بعيد عن المجرى الذي جاءت فيه وهذا الأمر إن كان موجودا في زماننا كان موجودا في زمان الأئمة أيضا فالخطابية الأنجاس في زماننا هم هم الخطابية الأنجاس في زمان إمامنا الصادق وما بعد زمان إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه فالمجموعات الباطنة النجسة من أمثال الخطابية بسبب استحمارهم وبسبب جهلهم وقلة عقلهم بل انعدامه يفهمون أمثال هذه النصوص مثل ما فهم أتباع النصيرية ما فهموا ثم أضافوا إليها من الأكاذيب والإفتراءات على محمد وآل محمد والأمر هو هو في الخطابية المعاصرة وفي الخطابية التأريخية التي انقرضت الأمر الأمر هو جهل استحمار قلة عقل وينصبون أئمة لا أقول حافر حافر الحمار أفضل منهم لا أستطيع أن أقارن بين روث الحمار وبين عقول أولئك الأئمة الذين نصبوهم أتحدث عن الخطابية الأنجاس إن كانوا في زماننا أو كانوا في الأزمنة الماضية لذا مرارا كررت من أنه يجب علينا أن نحافظ على تعدد الحيثيات وأن نحفظ لكل حيثية جهتها وأن نحافظ على المقامات وأن نحفظ لكل مقام خصوصيته هناك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبة الرواية في الكاف الشريف عبد الرحمن ابن كثير يسأل الإمام الصادق عن قول الله تعالى هناك الولاية لله الحق من مراد قال ولاية أمير المؤمنين فهذا العنوان الله الحق هو علي وأمير المؤمنين ولكن بحسب البيانات التي وضعتها بين أيديكم وسيأتينا الحديث تباعا فهذا فهذا المصطلح يطلق على الله بحسبه الذي هو الخالق الحقيقي الذي خلق الحقيقة المحمدية بنحو مباشر والتعبير بنحو مباشر تعبير قاصر لكن لماذا سأصنع للغة فإن الله لم يباشر الأمر بذاته وإنما خلق الحقيقة المحمدية بنفسها خلق المشيئة بنفسها وهو الخالق أيضا لما خلقته الحقيقة المحمدية ولكن ليس بنحو مباشر لأنه هو الذي خلق السبب خلق السبب الأعظم الحقيقة المحمدية السبب الأعظم الذي صدرت منه أسباب بسبب وأسباب من دون سبب هناك الولاية لله الحق فماذا قال الصادق ما المراد من ولاية الله الحق ولاية أمير المؤمنين القضية واضحة وصريحة جدا نذهب إلى فاصل موسيقى 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 يا أنيس الاسفيا يا حبيب الأتقيا يا كنز الفقراء يا إله الأغنية يا أكرم القرما سبحانك ياه الغف يا كنان من كلشن يا غائمن على كلشن يا من لا يشبهو ووشن يا من لا يزيد وفي ملكهي شن يا من لا يخفى عليه شن يا من لا يخفى عليه شن موسيقى في الآية الثامنة بعد المئة بعد البسملة من سورة الأنعام إنما أسر على هذا الاستعمال في كلامي بعد البسملة لأن النواصب حذفوا هذه الآية من الكتاب الكريم لم يعطوا لها رقما ولم يعدوها آية في كل سورة من سوره وهذا مناقض لثقافة العترة الطاهرة فلذا أسر على هذا الاستعمال دائما إلا إذا فاتني الآية الثامنة بعد البسملة من سورة الأنعام ماذا جاء فيها؟ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فيَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ إلى آخر الآية الكريمة موطن الشاهد هنا وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فيسب الله عدوا بغير علم فيسب الله عدوا بغير علم عدوا يعني اعتداء وظلما وبهتانا هذا هو تفسير العياش وما هو بتفسيره؟ هو جامع للأحاديث التفسيرية إنها أحاديثهم ولكن عرف باسم العياش لأنه هو الذي جمع هذه الأحاديث الجزء الأول وطبعة مؤسسة الأعلم بيروت لبنان صفحة 403 رقم الحديث 79 الحديث 79 عن عمر الطيالس عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه قال سألته عن قول الله وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمُ قال من الذي قال عمر الطيالس قال فقال فقال الصادق يا عمر هل رأيت أحدا يسب الله قال فقلت جعلني الله فداك فكيف قال من سب ولي الله فقد سب الله الآية واضحة وصريحة وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فماذا يفعلون فيسب الله عدوا بغير علم السباب متوجه إلى الله من قبل هؤلاء الإمام ماذا قال لعمر الطيالس يا عمر هل رأيت أحدا يسب الله هناك من يسب الله ولكن الإمام أراد أن يلفت نظره إلى أنه في الأوساط الدينية التي تدعي التدين فإنك لا تجد أحدا يظهر سب الله هذا هو مراد إمامنا الصادق وإلا فإن الله يسب منذ زمان أبينا آدم ومنذ زمان قبيل إنه ابن أبينا آدم منذ ذلك الزمان فإن الله يسب ويسب بأقبع الأشياء وإلى يومنا هذا لكن في الوسط الديني في وسط المتدينين حتى الذين يسبون الله في خلواتهم في الجو العام لا يظهرون هذا إلى هذه الجهة يشير إمامنا الصادق لأن الآية تتحدث في أجواء أهل الدين مشكلتنا هي عند الذين يقال لهم متدينون مشكلتنا هنا فقال يا عمر هل رأيت أحدا يسب الله قال فقلت جعلني الله فداك فكيف قال من سب ولي الله فقد سب الله نعم مراجع النجف يستهزئون في كتبهم من محمد وآل محمد ناطقهم العقائدي الرسمي الوائلي لطالما استهزأ من محمد وآل محمد وعرضت ذلك بالوثائق في برامجي والأمر لا يقتصر على الوائلي أو على فلان أو على فلان هذه القضية موجودة ولا شأن لنا بهم هم مسؤولون عن أعمالهم وأقوالهم فقلت عمر الطيالسي يقول فقلت جعلني الله فداك فكيف ما المراد إذن من الآية فيسب الله عدوا بغير علم قال من سب ولي الله فقد سب الله الإمام في مقام التأويل في مقام بيان المعنى الحقيقي للآية فالآية تتحدث عن الإمام عن إمام زماننا في أيامنا هذه وعن محمد وآل محمد على طول خط تأريخهم ولا تسب الذين يدعون من دون الله فيسب الله عدوا بغير علم فيسب الله فيسب الإمام كلام كلام الصادق واضح جدا وإلى سورة النحل وإلى الآية الحادية والخمسين بعد البسملة من سورة النحل وقال الله ماذا قال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإيايا فارهبون وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإيايا فارهبون هذا هو الجزء الثاني من تفسير العياش من الطبعة نفسها التي أشرت إليها قبل قليل صفحة ميتين وثلاث وثمانين الحديث السادس والثلاثون عن أبي بصير قال سمعت أبا عبد الله إنه إمامنا الصادق صلوات الله عليه سمعت أبا عبد الله يقول ولا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد يعني بذلك ولا تتخذوا إمامين إنما هو إمام واحد فهذا العنوان عنوان الله وعنوان إله وعنوان رب إذا أردت أن أستمر معكم صدقوني فإنني بحاجة إلى عدة حلقات كي أغطي هذه المضامين أنتم ما سمعتم بهذا تلك مشكلتكم ماذا سأصنع لكم الثولان في النجف أيضا هم لا يعرفون هذه الروايات لأنهم لا يقرؤون هذه الكتب هم يقرؤون كتب النواصب لا الطلاع لهم على حديث أهل البيت وإلا هذه فضائيات المراجع وهذه كتب المراجع موجودة بين أظهركم وهؤلاء أولاد المراجع أصهار المراجع أحفاد المراجع وكلاء المراجع معتمد المراجع حوزة المراجع خطباء المراجع هل حدثوكم بهذه الحقائق يحدثونكم بهراء لا علاقة له بدين محمد وآل محمد تريدون أن تنتفعوا من هذه الحقائق هنيئا لكم ما تريدون أن تنتفعوا من هذه الحقائق وتريدون أن تجعلوا عقولكم برميلة زبالة لمراجع النجف أي طبكم طب أنتم والوراكم لا شيء نلي بكم أنا أعرض الحقائق بين أيديكم تريدون أن تجعلوا من عقولكم برميلة زبالة لقذارات مراجعكم في النجف و لأوساخي و نجاساتي خطباء منابركم هنيئا لكم بزبالتكم و يطبكم طب منا إلى آخر نفس أنتم الوراكم أبو بصير يحدثنا عن إمامنا الصادق صلوات الله و سلامه عليه و اعذروني عن هذه الصراحة دائما و طيلة عمري صدقوني منذ أن كنت في العشرين و أنا أتصدى لهذا الأمر كثيرون سألوني النصيحة طلبوا مني النصيحة و أعتقد أن كثيرا منهم يتابعون هذا البرنامج إن لم يكن في وقت البث المباشر فلربما في وقت الإعادة طلبوا مني النصيحة نصيحتي واحدة دائما كل من طلب مني نصيحة فإنني أنصحه بهذه النصيحة و قبل أن أنصحه فلقد نصحت نفسي بها و دائما أنصح نفسي بها فأقول لا تجامل بحق أهل البيت لا تجامل بحق أهل البيت فاعذروني على صراحتي و اعذروني على عدم مجاملة لكم إنني أتحدث بالحقائق مقشرة هذه هي طريقة في إيصال رسالتي و أيضا أكانت تعجبكم فهذا أمر راجع إليكم و إذا لم تعجبكم طريقتي فلا شأن لبكم طقوا راسكم بالحق أعود إلى أبي بصير و هو يحدثنا عن صادق العترة الطاهرة سمعت أبا عبد الله يقول ولا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد يعني بذلك ولا تتخذ إمامين إنما هو إمام واحد لو دققتم النظر في الآية وتدبرتم فيها في لحن الآية هناك فاصل و قال الله الله اللفظ هنا يعود على الجهة التي جاءنا منها القرآن و قال الله لا تتخذوا إلهين اثنين الآية تشعر من أن الآلهة هنا لا علاقة لها بالذي يتحدث و نزل منه القرآن و قال الله لا تتخذوا إلهين اثنين الله يتحدث عن إلهين اثنين إنما هو إله واحد إنما هو إمام واحد فإيايا فارهبون هذه نماذج من آيات قرآنهم بتفسيرهم عرفتم الآن لماذا اشترط علينا في بيعة الغدير أن نأخذ التفسير منهم فقط فحينما نعرف من أن القرآن أطلق هذه العناوين على الأئمة هذا يعني أن معرفتنا لهم أن عقيدتنا بهم هي ركن من أركان التوحيد وإلا لماذا أطلق القرآن هذه العناوين عليهم لماذا أطلق عليهم الله بحسبهم لماذا أطلق عليهم إله بحسبهم لماذا أطلق عليهم رب بحسبهم لماذا ولماذا ولماذا مثلما جاء الإطلاق على الحقيقة المحمدية بنفس اللفظ الله أصلاً جاء الإطلاق على بعض مجاليها فهذا الإطلاق لم يأتي جزافاً حينما أطلق هذا العنوان الله على الذات الأولى وأطلق على الحقيقة المحمدية بحسبها وأطلق على الإمام المعصوم بحسب القرآن المفسر بتفسيرهم هكذا بايعنا بيعة الغدير لا شأن لكم بتفاسير النواصل ولا بتفاسير غبران النجا ولا بما يفسره الوائلي وخطباء المنبر الحمير خذوا التفسير من محمد وآل محمد هو قرآنهم وهم الذين يفسرونه وهكذا بايعنا بيعة الغدير وقد شرحت لكم مضمون بيعة الغدير حينما حدثتكم عن شؤون النبوة الخاتمة في الصحيفة الرابعة عودوا إليها هذا البرنامج بحاجة إلى دراسة بحاجة إلى تدبر هذه المضامين تسمعون بها لأول مرة لكنها وحق الحسين تنتشر انتشارا فضيعا في ثقافة العترة أنتم غرباء عن ثقافة العترة هذه المضامين من بديهيات ثقافة العترة النجف لا علاقة لها بثقافة العترة فضائيات المرجعية لا علاقة لها بثقافة العترة يضحكون عليكم صدقون هؤلاء حمير بخال في سوق ثقافة العترة ربما يملكون ثقافة تخصصا في باب آخر لا شأن لي بهم أنا أتحدث عن دينكم دينكم هو دين العترة وهؤلاء أصحاب العمائم الكبيرة حتى الذين يلقبون بآيات الله العظمى هؤلاء حمير وبغال لا ثقافة العترة كتبهم دالة على ذلك أحاديثهم بياناتهم وقد عرضت الكثير من الحقائق في هذا الاتجاه مئات ومئات من الساعات تتوفر على الشبكة العنكبوتية إذا كنتم طالبين للحقيقة والحق فعودوا إليها أنا لا أستطيع أن أتناول كل شيء في عدد محدود من الحلقات وفي وقت ضيق معين وقال الله لا تتخذ إلهين اثنين الإمام يقول يعني إمامين اثنين إنما هو إله واحد إنما هو إمام واحد نذهبوا إلى فاصل يا صانع كل مسنوق يا خالق كل مخلوق يا رازق كل مرزوق يا مالك كل مملوق يا كاشف كل مكروق يا فارج كل مهم يا رحم كل مرحوم يا ناصر كل مخدوق يا ساتر كل معيوم يا ملجأ كل مطرود سبحانك يا الله خلسنا من النار يا عدتي عند شدتي يا رجائي عند مصيبتي يا مونسي عند وحشتي يا صاحبي عند غربتي يا ولیي عند نعمتی يا غياثي عند كربتی يا دليل عند حیرتی يا غنائي عند افتقاری يا ملجأي عند اذتراری يا معيني عند مفزعی سبحانك يا الله خلسنا من النار الغف يا عمالغیوب يا عمالغیوب يا غفار الظلوب يا ستزار الغیوب يا کاشف الكروب يا مغلب القلوب يا طبیب القلوب يا منبر القلوب يا انیس القلوب يا مفرج الهموم يا منفس الغموم سبحانك يا الله خلسنا من النار المطلوب substantفل الكتاب الذي بين يدي هو معاني الأخبار لشيخنا الصدوق وطبعة طبعة مؤسسة النشر الإسلامي قموا المقدسة صفحة أربعة وتسعين الباب الذي عنوانه معنى بسم الله الرحمن الرحيم أذهب إلى الحديث الثاني بسنده عن صفوان ابن يحيى وهو شخصية معروفة في جموع أصحاب أهل البيت عن صفوان ابن يحيى عن من حدثه عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه أنه سئل عن بسم الله الرحمن الرحيم سؤال وجه إلى الإمام الصادق عن بسم الله الرحمن الرحيم فقال ألباء بهاء الله والسين سناء الله والميم ملك الله هذا أفق من آفاق تفسيرهم نحن نحن لا نتحدث هنا عن معاني لغوية إننا نتحدث في اتجاه آخر القرآن قرآنه فهل هو قرآن ابن أبي قحافة القرآن قرآنه هذا قرآن محمد وآل محمد هل هو قرآن ابن أبي سفيان أم هو قرآن الدوانيقي القرآن قرآنهم هل هو قرآن الطوسي حتى يفسره لنا في تفسيره التبيان نقلا عن كلنا صبيا قذر القرآن قرآنهم وهم قالوا في منهجهم التفسيري من أن القرآن له مطالع له مجاري وهذه المطالع والمجاري تخرج عن قواعد اللغة وتذهب في اتجاهات أخرى بحسب أسرار علومهم ومعارفهم على أي حال الحديث ليس عن منهجهم التفسيري ولا أريد الحديث عن تفاصيل الرواية إنما سأذهب بكم إلى جهة واضحة تصب في نفس المجرى الذي صبت فيه كل المعطيات من بداية الحلقة إلى هذه اللحظة إنني أريد أن أأخذكم باتجاهي أن ثقافة العترة واضحة في أن الاعتقاد بهم شأن من شؤون التوحيد ركن من أركان عقيدتنا التوحيدية مثل ما مر علينا في أن معرفة الإمام هي معرفة الله ومر علينا في أن الله أطلق في القرآن على الإمام المعصوم سأأخذكم إلى معنى نفس هذا الاسم الله صفوان ابن يحيى عمن حدثه عن إمامنا الصادق أنه سئل عن بسم الله الرحمن الرحيم فقال الباء بهاء الله والسين سناء الله والميم ملك الله قال قلت الله فقد فسرت لي ابن رسول الله باسم الباء بهاء الله والسين سناء الله والميم ملك الله تذكروا ماذا مر علينا في الحديث الذي قرأناه في الحلقة الماضية من أن الإسم المكنون الأعظم يختفي وراء البسملة وراء الأسماء الثلاثة وراء الله الرحمن الرحيم ومن أن البسملة أقرب إلى الإسم الأعظم من ناظر العين إلى بياضها من سواد العين إلى بياضها مر هذا الكلام علينا الحديث مترابط متناسق متسق نحن في أجواء محمد وآل محمد فهل تتوقعون أن فوضى ستكون فيما بيننا نحن في أجواء الحكمة ما بين قرآنهم المفسر بتفسيرهم وحديثهم المفهم بتفهيمهم بعيداً عن قذارات سقيفة بني ساعدة وبعيداً عن مزابلي سقيفة بني مرجعية بني نجاف بني طوسي قال قلت الله بعد أن بيّن الإمام من أن الباء بهاء الله والسينة سناء الله والميمة ملك الله وهي رموز تشير إلى الإسم الذي اختفى وراء الأسماء الظاهرة المتجلية من الكلمة التامة من الحقيقة المحمدية كما مر علينا في حلقة يوم أمس قال قلت الله الله قال الألف أتمنى أن تلتفت إلى ما يقول إمامنا الصادق إنه يتحدث عن مضمون معنى الله في لغتهم لا أتحدث عن اللغة العربية أتحدث عن لغة العقيدة هناك لغة خاصة بالعقيدة هي معاريض القول هي لحن القول فماذا يقول لنا صادق العترة في بيان معنى الله بحسب لغة العقيدة بحسب لغة العربي بينوا لنا معنى الله هنا الإمام يبين لنا معنى الله ليس بحسب لغة اللسان بحسب لغة العقول بحسب لغة القلوب إنها لغة العقيدة كان سلمان محدثا محدثا عن إمامه فهل التحديث بالكلام التحديث تواصل غيبي بإشارات غيبية بلغة غيبية هذا مصداق تقريبي للغة الغيبية التي تصل إلى المحدثين من شيعتهم أما هم لا نعرف لغتهم قلت الله قال الألف آلاء الله على خلقه من النعم بولايتنا وفي نسخة من النعيم بولايتنا المعنى واحد هم أولياء النعم هكذا نسلم عليهم في الزيارة الجامعة الكبيرة قلت الله قال الألف الألف من هذه اللفظة الله الألف تعرفون كم أنتم بعيدون عن لغة العقيدة وعن لغة الحقيقة في ثقافة العترة عرفتهم الآن حينما أصر دائما على وجود تشيعين هناك تشيع للحجة بن الحسن هذه ثماره وهناك تشيع لسرابيت النجف الذين يصفهم الإمام الحج بالسباريت والسباريت بلغتنا ولهجتنا الشعبية العراقية السرابيت فهناك تشيع سبروتي إنه تشيع سرابيت النجف وهناك تشيع زهرائي إنه التشيع للحجة بن الحسن قارنوا بين من يدعي وهو أنا ماثل أمامكم أدعي التشيع للحجة بن الحسن إذا قبلني وبين الذين يتحدثون كذبا باسمه وتشيعهم هو تشيع السرابيت قارنوا بين هذا التشيع الذي يعرض في هذه الشاشة وبين التشيع الذي يعرض في شاشاتهم قارنوا قوموا بعملية مقارنة حتى تعرفوا الفارق الحقيقية بين هذين التشيعين قال قلت الله ما معناها قال الألف آلاء الله على خلقه من النعم بولايتنا واللام إلزام الله خلقه ولايتنا قلت فالهاء فقال هوان لمن خالف محمدا وآل محمد صلوات الله عليهم قلت الرحمن قال بجميع العالم قلت الرحيم قال بالمؤمنين خاصة كلامنا عند لفظ الجلالة الله أعيد قراءة معناه بلغة العقيدة لا بلغة التفاهم بلغة العرب بلغة العقيدة بلغة الحقيقة قلت الله السائل يسأل الإمام الصادق فيقول الله ما معناه يا ابن رسول الله أجاب الإمام الألف آلاء الله على خلقه من النعم بولايتنا واللام إلزام الله خلقه ولا يتنى قلت فلها الحرف الأخير من لفظ الجلالة فقال هوان لمن خالف محمدا وآل محمد صلوات الله عليهم اللهم والي من والا وعادي من عادا هو هو وانصر من نصر واخذ من خذله عرفتم الآن لماذا يخاطب الله محمدا في القرآن في الآية السابعة والستين بعد البسملة من سورة المائدة وإن لم تفعل فما بلغت رسالته فأي توعيد من دون علي عرفتم الآن بطلان صلاتكم بحسب الفتاوى القذرة النجسة الوسخة من سفهاء النجف من مراجعكم السفهاء من أن ذكر علي يبطل الصلاة عرفتم أنتم أين ذاهبون عرفتم أو لا هذا هو ديننا هل حددتكم بشيء من عندي هل اقترحت مقترحا جئت به من بنات أفكاري هل جئتكم بحديث من كتب اليهود أو النصارى هل جئتكم بحديث من كتب حسن البنى وسيد قط كما يفعلون بكم هل جئتكم بحديث من الفخر الرازي أو من الطبري أو من الآلوسي أو من 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 كما يفعلون بكم مراجعكم الأغبياء إنهم آيات الشيطان العظمى أولئك السفلة الذين ضللوا أجدادنا وآباءنا ضللوا القرون الماضية لا أتحدث عن زمان بعينه منذ أن أسس الطوسي الحوزة المشؤومة في النجف سنة أربعمية وثمانية وأربعين وفتحت أبواب الضلال علينا منذ ذلك اليوم إلى يومنا هذا تلاحظون هذه الأحاديث وحق الحسيني هذه الأحاديث لا تشكل شيئا ولا واحد بالألف من أحاديث العترة الطاهرة في نفس هذه المضامين لا تشكل ولا واحد بالألف لا أستطيع أن أضع الأحاديث كلها بين أيديكم أين أين أعرض بين أيديكم نماذج من حديثهم هذه المضامين موجودة في كل قرآنهم من أوله إلى آخره أتحدث عن قرآنهم المفسر بتفسيرهم لا بتفسير نواصب السقيفة ولا بتفسير نواصب النجف بتفسيرهم هذا هو تفسيرهم هذا الذي أقرأه عليكم مصاديق ونماذج من تفسيرهم السائل سأله عن معنى بسم الله الرحمن الرحيم والإمام فسرها لهذا السائل وحينما وصل إلى لفظ الجلال فهكذا فسره من أن الألف آلاء الله على خلقه من النعم بولايتنا واللام إلزام الله خلقه ولايتنا والهاء هوان لمن خالف محمدا وآل محمد فكيف لا يكون اعتقادنا بهم وعلاقتنا بهم جزءا من عقيدة التوحيد إذا كان هذا العنوان يطلق عليهم في القرآن الله وإله ورب وإذا كان معنى الله بحسب لغة العقيدة ولغة المعرفة ولغة التحديث الغيبي هو هذا التفصيل الذي ذكره لنا إمامنا الصادق بشكل تقريبي لغة التحديث الغيبي لا يمكن أن تصاغ بلغة التفاهم هذه لها إشاراتها ولها خصائصها ولها رموزها تنقلنا بين الروايات والأحاديث التي أخبرتنا من أن معرفة الله هي معرفة المعصوم هي معرفة الإمام ومن أن معرفة الإمام هي معرفة الله ثم توجهنا إلى قرآنهم حيث القرآن يطلق هذا العنوان الله على الإمام ويطلق هذا العنوان إله على الإمام وعرضت لكم نماذج الآيات من قرآنهم وقرأت عليكم تفسيرها من أوثق كتبنا قرأت عليكم من الكافي ومن أحاديثهم في تفسير العياش هل تحتاجون بيانا أوضحة من ذلك ثم نقلتكم إلى معنى الله في لغة العقيدة هل تحتاجون أدلة وغبراهين من معطيات ثقافة العترة أكثر من ذلك أنا مستمر معكم وقت الحلقة انتهى ماذا سأصنع لكم هناك رواية سأختم بها حديثي لازلت أقرأ عليكم من معاني الأخبار لشيخنا الصدوق ولكن قبل أن أقرأ عليكم الرواية الشريفة نشنف أسماعنا بدعاء الجوشا الكبير يا حي قبل كل حال يا حي بعد كل حال يا حي الذي ليس كمثل هي حال يا حي الذي لا يشارك هو حال يا حي الذي لا يحتاج إلى حال يا حي الذي يميت كل حال يا حي الذي يرزه كل حال يا حي أنم يرز الحياة من حال يا حي الذي يحي الموتى يا حي يا قيوم لا تأخده سنت ولا نمس بهالك يا حي يا حي يا حي الذي يا حي الذي يا حي من له ذكر لا ينسى يا من له نور لا يطفى يا من له نعم لا تعاد يا من له ملك لا يزول يا من له ثماء لا يحصان يا من له جلال لا يكيف يا من له كمال لا يدرك يا من له قضاء لا يرد يا من له صفات لا تبدل يا من له نعوت لا تغير سبحانك يا لها الغام بسندي الصدوق عن الحسني ابن راشد عن إمامنا موسى بن جعفر صلوات الله وسلامه عليهما من أنه سئل عن معنى الله سئل عن معنى الله فماذا قال إمامنا الكاظم صلوات الله وسلامه عليه فقال استولى على ما دق وجل ما صغر ما عظم استولى له الولاية على ما دق وجل استوى واستولى وتسلط ما كل هذا المضمون موجود موجود في الزيارة الجامعة الكبيرة ونحن نتحدث عنهم وذل كل شيء لكم وذل كل شيء كل شيء كل شيء ما دق وما جل هذه هي المعارض التي أحدثكم عنها دائما فالمضامين ترسم جميعا لوحة واحدة وتلاحظون التعانق الواضحة المتينة والأكيد بين قرآنهم المفسر بتفسيرهم وبين أدعيتهم وزياراتهم بين رواياتهم وأحاديثهم وكلماتهم وصلنا إلى تذكرة البرنامج البرنامج الذهبي إنه إنه برنامج برنامج القرية الظاهرة الآمنة وفقا للمنهج اليماني الزبدة الذهبي أعرف إمامك وأعرف بإمامك المعرفة الذهبي إمامك دينك ودينك إمامك العبادة الذهبي رابط مرابطة الأحراري في فناء إمامك البراءة الذهبية البراءة الذهبية طلق منهج أصحاب العمائم الإبليسية الكبيرة في النجفي وكربلاء طلاقا بائنا لا رجعة فيه إن كنت راغبا في إمامك إذا إذا كنتم راغبين في إمامكم نلتقي غدا إن شاء الله تعالى على مودة القيمة والقائم صلوات الله وسلامه عليهما أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله موسيقى